السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبابي في هذا الدرس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى أذكر نفسي وأذكركم بإخلاص النية لله عز وجل ومن لم يحصل بعد هذا الكتاب الشرح القويم ويوجد طبعات الغلاف مختلفة يعني يوجد طبعات كثيرة كهذه مثلا ويوجد طبعات قبل هذا وإن شاء الله تضبطونا عند القراءة نسخكم بإذن الله عز وجل ونحن عممنا الكتاب أيضا PDF ومن يريده بإذن الله تعالى في بيروت كذلك موجود في الأسواق ومن لا يستطيع أيضا نحن على يعني إن شاء الله نوصل إليه أو ندله أين أو كيف يحصل هذا الكتاب المبارك الأمر الثاني إن شاء الله نبدأ بنصيحة ورد عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هذا أحباب لأجل أن يكون الإنسان يعمل للآخرة ولا يتعلق بهذه الدنيا الفانية ولا يطول أمله لأن طول الأمل هذا يقصر أحيانا بسببه الشخص للعمل للآخرة يقول بعد سنة بعد سنتين بعد كذا أفعل الخير فيفاجئه الموت لأن الموت سبحان الله العظيم هذا كالسيف ينزل على الرقاب ولا يستأذن ملك الموت أحدا مننا فهنيئا لمن عمل لآخرته كما قال سيدنا عبد الله بن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ففعل الخير لعلك لا تدرك الصباح والعكس إذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني كذلك افعل الخير قال وخذ من صحتك لمرضك يعني أنت الآن في الصحة فعمل قبل أن تمرض فتمتنع عن أمور كثيرة يمنعك المرض ومن حياتك لموتك كذلك اغتنم من حياتك هذه التي أنت فيها لموتك لما بعد الموت يعني في القبر والآخرة وهذا رواه البخاري عنه رحمه الله فالواحد منا لا يركن إلى هذه الدنيا ليستعد ومن الاستعداد طلب العلم والواحد منا لا يشبع من الاستزادة من علم الدين وهذا علامة الفلاح نرجو الله أن يكون من المفلحين الآن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما عرف بالشهادة الخاصة أخلص النوايا لله عز وجل صحيفة 22 بالطبعة الثامنة بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث يا أحباب أخرجه البخاري وهذا اللفظ في صحيح البخاري وفيه ذكر أشياء زيادة على الشهادتين حين نذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيها زيادة ذكر سيدنا عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسول الله وأنه كلمة الله وأنه روح من الله وأن الجنة حق والنار حق هذا عرف يا أحباب بالشهادة الخاصة وبركاتها عظيمة وأنا أحث نفسي وأذكركم بأن تواظبوا عليها كل يوم تقرأ مع الأوراد صباحا ومساء لا بأس هذا شيء حسن هذا فيه خير كبير الحاصل السيدة مريم عليه السلام حين حملت بسيدنا عيسى عليه السلام كانت قد اتخذت مكانا بعيدا بعد الحمل حتى لا يتكلم عليها الناس هذا المكان البعيد هو بيت لحم كما قال الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ذهبت إلى بيت لحم وهناك وضعت سيدنا عيسى عليه السلام فاتخذت من دونهم حجابا من أرسل إليها الله أرسل إليها روحنا كما قال أي جبريل الروح القدس المشرف عند الله تبارك وتعالى أمين الوحي رسول الله إلى الأنبياء وإلى الملائكة وينزل أيضا إلى غير الأنبياء كما السيدة مريم مريم ولية صالحة ليست نبيا قال فتمثل لها بشرا سويا يعني تشكل بصورة إنسان والملائكة إذا تشكلوا بصورة إنسان من غير آلة الزكورية ثم قالت هي لما رأته وخافت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال بعض المفسرين كان هناك رجل يقال له تقي وكان فاجرا ظالما وقالت يعني أعوذ بالله منك إن كنت هذا الإنسان الذي عرف بفجوره وظلمه الله يعصمني ويحفظني منك وقال بعضهم إن كنت تخاف الله فلن تؤذيني هذا معنى كلامها عليها السلام فماذا قال لها؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية فإذا سيدنا جبريل عليه السلام بشرها أنه ستحمل بسيدنا عيسى وهو هلام زكي طيب صلى الله عليه وسلم وهذا هين على الله الله جعل عيسى عليه السلام آية للناس رحمة للناس من الله عز وجل وهذا قضاه الله عز وجل فلا بد أن يحصل فهنا لما بشرها سيدنا جبريل بحملها بعيسى سمي بذلك عيسى عليه السلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم يعني هو البشارة التي بشرت الملائكة بها مريم عليه السلام فهذه الشهادة من شهد يعني قال لا إله إلا الله أتقد وقال وصدق واعترف أن الله هو المعبود بحق وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله رسول الله هو هو كذلك يصدق بأن عيسى عبد الله رسول الله كلمة الله ما معنى عيسى كلمة الله البشارة التي بشرت الملائكة بها مريم أما قوله وروح منه فمعناه روح مشرف عند الله يعني هذه الإضافة ليست إضافة جزئية الله ليس جزءا ولا مركب من أجزاء ولا هو متبعض ولا هو من أصل ولا هو له فروع هذا استحال على الله عز وجل إذن روح من الله روح مشرفة عند الله تبارك وتعالى فضى سيدي الشرح هذا الحديث الصحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في كتابيهما المعروفين بين الأمة الإسلامية نعم هذان الكتابان يقال فيهما الصح الكتب المصنفة في علم الحديث وهذا يا أحباب لما كان من شرط البخاري وشرط مسلم أن لا يضعى فيه إلا الصحيح مع الضوابط لاعتبار الحديث صحيحا وقد نال هذا اتفاق الأمة على هذين الكتابين لا يعني لا يوجد صحيح في غيرهما ولا يعني أنهما حصرا كل الصحيح لا ولكن هذان الكتابان اتفقت الأمة على أنها تعتمد كتاب البخاري هذا وكتاب مسلم هذا نعم ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وتجنب عبادة غيره وأن محمدا عبده ورسوله ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله نعم يعني عيسى هو كلمة الله هو نبي الله رسول الله لكن ليس هو جزءا من الله الله تعالى قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يعني اعتقادنا في عيسى ما جاء في القرآن هو ولد من غير أب ولد من أم جبريل نفخ روحه في السيدة مريم عليه السلام حملت به وضعته من غير زنا ومن غير سفاح وهو حبيب الله نبي الله رسول الله عبد الله وكانت أول كلمة قالها حين نزل من بطن أمه قال إني عبد الله هذا اعتراف من سيدنا عيسى حين نطق في براءة أمه من الفاحشة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يعني كيف نكلم هذا الذي في العادة لا يتكلم فأنطقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب معناه سينزل علي الكتاب هنا آتاني على معنى سيؤتيني كما نقول عند الإقامة في الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هي بعد ما قامت ستقوم هذا جائز في لغة العرب وقال وجعلني نبيا يعني سيوحى إلي وبعد كان ما نبئ في المهد بعد كان ما نبئ صلى الله عليه وسلم فإذا نعترف أنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق نعم فإذا نعترف أيضا أنه روح من الله الأرواح قسمان العلماء يذكرون هي أرواح مشرفة وأرواح خبيثة أرواح الشياطين أرواح الكفار هذه أرواح خبيثة أرواح الأنبياء أرواح الملائكة الملائكة ذو أرواح عليهم السلام كلهم أولياء الله أرواحهم مشرفة عيسى روح مشرف عند الله وروح منه روح مشرف عنده هذا معناه نعم يدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي ولو كان من أهل الكبائر من شهد هذه الشهادة وفيها الشهادة بأن تؤمن أيضا بالجنة ما معنى أنها حق مخلوقة الآن وهذا رد على المعتزلة القائلين إن الله يخلق الجنة في المستقبل والنار مخلوقة الآن وليس كما تقول المعتزلة يقولون توجد بعد زمن وهذا ليس بصحيح أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين هذا الإنسان الذي شهد هذا باللسام مع الاعتقاد ومات عليه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يدخله الله الجنة على ما كان من العمل فهذا الحديث له معنيان لأهل السنة والجماعة الأول أن هذا الإنسان الذي واضب على هذا الذكر يوميا لله تعالى وهو على الإيمان فهذا يوفق لعمل الخير فلا يموت إلا تائبا لذلك لا يعذب في الآخرة والتأويل الثاني التفسير الثاني قالوا أي العلماء في هذا الحديث بأنه يوم القيامة لو كان عنده بعض الكبائر الله تعالى يعفو عنه ويدخله الجنة ببركة مواظبته على هذا ولو كان من أهل الكبائر لأن اعتقادنا أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار أولا إن دخلوها ثانيا قسم يعفو الله عنهم وقسم يعذبهم نعم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمره قبل أن تحمل به فإن الملك جبريل بشرها به نعم هو بشارة الله لمريم بشرت الملائكة مريم أنها تحمل به بسيدنا عيسى عليه السلام ونفخت روحه من جيب قميص السيدة مريم نفخها سيدنا جبريل عليه السلام بأمر من الله نعم قال لها أنا رسول من الله لأعطيك غلاما زكيا أي طيبا الزكي الطيب هذا معناه لك لأهب لك وهنا العلماء قالوا فيه دليل أن الملك هذا سبب لأن تحصل على الولد لكن خالق الأسباب والمسببات هو الله على الحقيقة من يهب الناس الذكورة والإناث يعني الأولاد الله طيب كيف قال سيدنا جبريل عن نفسه هذا هذا من باب المجاز يعني أنا مرسل بخلق الله أفعل هذا أهبك بخلق الله أما الذي يهب على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى هذا رد على من يكفر المتوسلين والمتبركين والمستعينين والمستغيثين بالأولياء والصالحين فبشرها بأنها تحمل بعيسى وقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه معناه أن روح المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا فيها تشريف كإضافة الناقة إلى الله ناقة نبي الله صالح التي كانت معجزة له أخرجها الله تعالى من الصخرة الله قال ناقة الله وسقياها يعني سيدنا صالح حذرهم أن يقربوا ناقة الله أضيفت إلى الله لتشريفها كذلك البيت الكعبة المشرفة أضيفت إلى الله لتشريفها لا على أنها جزء من الله فهذا رد على من يقول عن عيسى جزء من الله أو عن أي مخلوق هذا رد عليهم فهنا بعض العلماء قالوا وروح منه أي ورحمة منه يعني عيسى رحمة من الله هذا تفسير بعض العلماء كما نقله الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم وهذا الكلام الذي ذكرناه في تفسير هذا الحديث الذي قاله شيخنا هنا أيضا ينقله الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم وكذلك موجود في شروح البخاري موجود هذا الكلام يعني الشيخ عبد الله بتفسيره لهذا الحديث هذا ينقل عن العلماء الماضين نعم أي روحه روح مشرف كريم على الله وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تعالى تكوينا لا فرق في ذلك بين روح وروح نعم الله تعالى كما ذكرنا جعل أرواحا شريفة مشرفة وأرواحا خبيثة روح عيسى من الأرواح التي هي مشرفة عند الله وليس جزءا من الله تعالى لذلك نحن نهينا عن الغلو أهل الكتاب نهوا عن الغلو ونحن نهينا عن الغلو في ديننا الله قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ونحن كذلك النبي قال لا تطروني لا تغالوا في متحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله نحن نعتقد فيه أنه حبيب الله نبي الله رسول الله كريم على الله روحه مشرف عند الله تبارك وتعالى وكلمة روح منه ليس معناها أن المسيح عيسى جزء من الله إنما معناها روح وجدت بإيجاد الله الذي يعتقد الجزئية في الله ما عرف الله لذلك هذا الاعتقاد هو مغالاة اعتقاد أن عيسى أو أن محمدا أو أي إنسان جزء من الله الله ذم هذا في القرآن الله قال في ذنب الكافرين الذين نسبوا إلى الله التجزء وجعلوا له من عباده جزء نسبوا إليه التجزء وهو تعالى منزه عن ذلك أي الله أوجدها من العدم ليس معناها أنه جزء من الله كما ادعى بعض ملوك النصارى احتج بقوله تعالى وروح منه على أن المسيح جزء من الله فرد عليه عالم من علماء المسلمين بهذه الآية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه نعم هذه يا أحباب لا شك علماء كثيرون كانت هناك لهم مناظرات ويعني أقام الحججة على من خالف الإسلام القاضي أبو بكر الباقلاني كان له مناظرات وكان أيضا لغيره مناظرة القاضي الباقلاني مشهورة حيث كان اتهم هذا الملك السيدة عائشة بالزنا فهو أراد الطعن بنبينا عليه الصلاة والسلام فقال له هما سنتان اتهمتا بالزنا مريم وعائشة أما مريم فحملت وولدت وأما عائشة فلم تحمل ولم تلد والسنتان بريئتان فإذن يا أحباب هذا القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله كان يقال له محمد وهذا رحمه الله تعالى كان مالكيا المذهب وكان إمام وقته يقال فيه في زمانه من أهل البصرة وسكن بعد ذلك بغداد ونشر علم الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى يعني سبت القواعد لمذهب الإمام الأشعري في زمانه يقال له لسان الأمة يقال له المتكلم إلى غير ذلك درس هذا على علماء كثيرين لكن هذه القصة الثانية لعالم من العلماء ماذا رد على هؤلاء قال لهم إذا قلتم روح منه يعني جزء منه فماذا تقولون عن باقي المخلوقات والله قال فيها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ليس معناها أن كلها أجزاء من الله هذه عقيدة الوحدة المطلقة هذه اعتقادهم أن الله والعالم شيء واحد ليس فقط عيسى فإذن هذه الآية ليست دليل هذه الآية ليست دليلا على أن عيسى جزء من الله وهذه الآية ليست دليلا أن السماوات والأرض وما فيهما جزء من الله نعم فسكت ذلك الملك لأن كلمة منه في الآيتين موجودة نعم فكما أنها لا تدل في الآية على أن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله كذلك لا تدل كلمة منه في الآية وروح منه على أن روح عيسى جزء من الله نعم كما أن هذه لا تدل أن عيسى جزء من الله وهذه كذلك لا تدل أن ما في السماوات والأرض جزء من الله ومعنى الآية الثانية أن الله تعالى سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا وتكوينا نعم الله تبارك وتعالى جعل لنا حتى الملائكة سخروا لبني آدم يعني لحفظهم ويحفظونهم مما شاء الله أن لا يصيبهم وأما المسلمون منهم فيدعون لهم يعني الملائكة يدعون للمسلمين يحفظون الكفار والمسلمين لكن للمسلمين يزيدون الدعاء الآية الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره يعني السفن ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يعني هذا حتى نشكر الله بتمام نعمته علينا خلق ما خلق لمنافعنا نعم وما في الأرض جميعا منه ما معنى جميعا منه أي وفعله وخلقه وإحسان منه وإنعام هكذا قال القرطبي في تفسيره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معناه هذا فيه تدبر علينا أن نتدبر وليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم وغير ذلك كإنزال المطر وإرسال الرياح التي ينتفعون بها والدعاء لهم أي للمؤمنين من بني آدم خاصة الملائكة لهم وظائف سيدنا ميكائيل عليه السلام موكل بالرياح وهذه الرياح ينفخها ويسيرها ميكائيل يمنة ويسرة قوية شديدة ومعه كما قلنا ملائكة تساعده هذا سيدنا ميكائيل يوزع الريح أحيانا تكون نقمة عذابا على بعض الناس وأحيانا تكون نعمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإنها مأمورة هذا لفظ الحديث ليس كما يقول بعض الناس حديثا مكذوبا وفيه كفر انتبهوا يا أحباب يقولون لا تسب الريح فإني أنا الريح هذا كذب ما قاله الله ولا رسول الله رواه عن الله تبارك وتعالى إنما معناه أن الله تعالى الذي جاء عن النبي هذه الريح بخلق الله فلا نشتمها نهانا عن شتمها هي مخلوقة لله فلا يسمى الله روحا ولا ريحا ما هو الحديث لا تسب الريح فإنها مأمورة يعني الله تعالى هو الذي خلقها ويرسلها كما ذكرنا نقمة أو نعمة نهينا عن شتمها ليس كفرا إذا الواحد شتمها إنما هذا النهي منع من الله أن نشتم هذه الريح لأنها مأمورة من الله من موكل بها ميكائيل عليه السلام ومعه أيضا وهناك ملائكة أيضا لهم وظائف عزرائيل لقبض الروح إسرافيل للنفخ في البوق هذا يسعق به من في السماوات ومن في الأرض حين ينفخ إسرافيل جبريل أمين الوحي وكذلك هناك حملة العرش أربعة في الدنيا ويكونون ثمانية في الآخرة وكذلك رضوان خازن الجنة هذا موكل بالجنة وظيفته تحته ملائكة خزان الجنة ومالك الموظف في النار الملك الموكل بالنار مالك اسمه فإذا لهم وظائف منها أنهم مسخرون لبني آدم كالرياح والأمطار ونحو ذلك نعم وقوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق معناه أنهما موجودتان وباقيتان وأنهما دارا جزاء هذه عادة أهل السنة يذكرون سبحان الله العقيدة الحقة ثم يبينون أمرا ولو لم يصرحوا أحيانا وأحيانا يصرحون أنه خالف في هذا الجماعة الفلانية أو فلان وفلان مثاله هنا حين قال أنهم آم موجودتان كما قلنا رد على المعتزلة معتزلة أنكروا هذه المسألة قالوا هما الآن ليست آم موجودتين توجدان بعد مدة كما نقل عنهم الأسفرايني رحمه الله والبغدادي وغيرهما من المتكلمين وفي كتبهم هذا موجود يعني صرح المعتزلة القدماء والمحدثون على هذه المسألة وأما قولهم هذا لأنهم اعتبرهم أهل السنة متأولين فيه وليس في أصل من أصول العقائد الذي يكفرون لأجله يعني فما كفروهم في هذه المسألة إنما فسقوهم أما المعتزلة الذين يكفرون كالقائلين بأن الشر ليس بتقدير الله أو إن العبد يخلق فعله أو من نفى منهم صفة من صفة الله كالكلام هؤلاء ويوجد غيرها من المسائل الكفرية من وصلت بدعته منهم إلى الكفر كفر أما مثل هذه المسألة قال العلماء يفسقون يبدعون يضللون لكن دون الكفر وكذلك بقوله باقيتان رد على الجهمية الجهمية أتباع جهم بن صفوان وهذا كان في عصر السلف هذه البدعة بدعة الاعتزال وبدعة الجهمية ظهرت في زمن السلف سبحان الله مع أنه كان هذا الزمن خير الأزمان خير القرون قرني قال عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جهم بن صفوان قال بفناء الجنة والنار وتبعهم في هذا خلق في زماننا كخالد الجندي هذا وافق ابن تيمية وكذلك يوسف القرضاوي قال بنفس المسألة مدافعا عن ابن تيمية فيها ابن تيمية هاجم الجهمية في قولهم بفناء النار والجنة ثم قال بنصف عقيدتهم يعني وافقهم بفناء النار فقط وهذا من إيهامه وشأنه مذبذب سبحان الله الله يعصمنا من الزلل فالجنة دار جزاء للمؤمنين والنار دار جزاء للكافرين قال المؤلف رحمه الله وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه البخاري فإن الله حرم على النار يعني أن يخلد فيها إلى ما لا نهاية هذا محرم على من مات على الإسلام إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أي وأتبعها بالشهادة الثانية محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله يعني قالها عن اعتقاد ما قالها فقط بلسانه من غير اعتقاد نعم الشرح أن الله تعالى حرم على النار أي الدوام فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أي إن قال ذلك معتقدا في قلبه لا منافقا ليرضي المسلمين وهو في قلبه غير راض بالإسلام نعم يعني إذا كان هذا الإنسان يقولها فقط ليرضي من حوله أو مراءاتا رياء يعني لإرضاء المسلمين فهذا والعياذ بالله تبارك وتعالى منافق هذا المنافق ما هو المنافق يظهر الإسلام ويضمر الكفر الذين هم يراؤون وهؤلاء المنافقون يراؤون بالإيمان يعني إذا صلوا مع المسلمين صورة يظهرون أنهم معهم ثم هم في قلوبهم ما هو ضد الإسلام لا تصح أعمالهم ولا يصح إسلامهم وإيمانهم هؤلاء كانوا على النفاق هذا نفاق في الإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه حتى ينتفع الشخص لا بد أن يقولها لوجه الله يبتغي بذلك وجه الله أي يريد رضى الله هذا معناه هنا الوجه ليس معناه هذا الجزء هذا العضو الذي هو من الإنسان أو من البهيمة أو الملك أو من الجني لا نعم وهو في قلبه غير راض بالإسلام إما بشكه في الوحدانية أو بتكذيبه في قلبه محمدا صلى الله عليه وسلم يعني إما شك في الشهادة الأولى خالفها أو خالف الشهادة الثانية في الحالين هذا يكون منافقة فلا يكون مقبولا قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله باللسان لا يكون مقبولا نعم ومعنى يبتغي بذلك وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى ليس لمراءات الناس بدون اعتقاد نعم يبتغي القرب إلى الله ليس القرب الحسية وإنما القرب المعنوي هناك قرب معنوي وهناك قرب حسي الحسي كقرب من الشيخ محمد هذا يكون بين الأجسام بين المخلوقين أما الله تنزه عن ذلك أما القرب المعنوي يعني هذا له شأن عند الله هذا القرب إذا أضيف إلى الله كما نقول عن الملائكة مقربون يعني لهم شرف عند الله تبارك وتعالى فإذا ما هو الرياء الرياء يا أحباب هو الذي يريه على خلاف ما هو عليه يريه على خلاف ما هو عليه هذا معنى مراءات الناس هذا هو الذي يعمل يعني عمل المنافقين بطرا ورئاء الناس هذا شأن النفاق الله يعصمنا نعم والوجه في لغة العرب يأتي بمعاني عديدة منها القصد كما قال الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل أي القصد الوجه له معاني في لغة العرب إذا أضيف إلى الله له معنى يليق بالله هنا جاء على معنى القصد قصدت رضا الله أستغفر الله ذنبا أتوب إلى الله من ذنب لست محصيه يعني أنا ذنوبي كثيرا تاب الله علينا رب العباد يعني أنا أستغفر رب العباد إليه الوجه والعمل يعني إليه القصد وإليه العمل يعني النوايا تكون لله والأعمال الخارجية تكون لله نحن علينا أن نصلح الظاهر والباطن وهكذا يا أحباب الشريعة نزلت لإصلاح الباطن ولإصلاح الظاهر ليس كما يقول بعض أدعياء الصوفية وهم جهلا يقولون أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الباطن ويسقطون عن أنفسهم الفرائض يقولون نحن سقطت عنا الصلاة مثلا والعياذ بالله وهذا موجود هذا تكذيب للشرع شريعة واحدة نزلت يحكم بها الظاهر والباطن ليست شريعتين هي شريعة واحدة فإذن هذا معناه يا أحباب أن الوجه جاء على غير معنى هذا الجزء الذي من الإنسان نعم وكذلك ورد حديث رواه ابن حبان وغيره المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان نعم وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها أيوة المرأة عورة يعني غالب بدنها عورة وهنا مسألة عظيمة نفع نحن نحس النساء على ستر الوجه لكن وجهها ليس عورة بالإجماع خالف به بعض المتأخرين ولا يعتبر خلافهم لأنهم ليسوا مجتهدين ولا هم حتى مجتهدون ضمن المذهب إنما هم من النقلة فلا يكون خلافهم معتبرا إذا خالفوا الأصول لكن من قال بهذا كثيرون من العلماء إن المرأة وجهها وكفاها ليس بعورة فما معنى المرأة عورة؟ يعني غالب بدنها عورة فإذا خرجت ماذا يحصل؟ استشرفها الشيطان معناه يرفع البصر إليها ليغوي بها الناس يعني هو هذا الشيطان يلفت أنظار الناس إليها ليغويها أو ليغوي بها والعياذ بالله تعالى يغوي بها أو ليغويها وهذا الشيطان يراد به الكافر من الجن ثم قال عليه الصلاة والسلام وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله يعني إلى طاعة الله هنا جاءت على معنى الطاعة أقرب ما تكون إلى الطاعة إلى رضا الله إذا كانت في قعر بيتها هنا قعر بيتها يأتي القعر بمعنى الصدر صدر البيت ويأتي أحيانا نهاية الأسفل من البيت كانوا في الماضي يعملون البيت هكذا آخره يكون منخفضا فإذا بلغت البنت ستوضع لها الساترة حتى يعني يكون لها صار حاجات يأتيها الحيض ونحو ذلك فهذا من بابي أن هذه صارت مرأة صارت بارغة يعني تخص بهذا والأسدر لها أن تكون في بيتها وأما هناك يعني تفسير آخر وهو قاله العلماء إذا كانت في قعر بيتها يعني إذا لازمت بيتها لأنه يعبر العرب عن قعر البيت على معنى ملازمة البيت فلا تخرج إلا لحاجة هكذا نحن لا نضيق على النساء هل يجوز أن تخرج نزهة يجوز إلى الأسواق يجوز أن تعمل العمل الحلال يجوز ولكن مع ستر العورة ولا تتعرض للرجال كما أن الرجل يحرم عليه أشياء إذا خرج لكن المرأة مأمورة بالمبالغة بالستر إعفافا لها والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله يعني نحن من قلها لو كان أنت رحت على المساجد إليك ثواب لكن وان ثوابها يا أحبابنا أكتر ثوابها أكبر إذا كانت صلت في بيتها هكذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام بأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا يعني أفضل لإلها إذا صلت في بيتها نعم ومعنى وجه الله هنا طاعة الله نعم الوجه يأتي بمعنى الطاعة ويأتي بمعاني أخرى يأتي بمعنى القبلة كما في قوله فأينما تولوا فسمى وجه الله أي قبلة الله يعني الوجه والوجه التي يتجه إليها الشخص في الصلاة نعم ومن اعتقد أن الوجه إذا أضيف إلى الله في القرآن أو في الحديث معناه الجسد الذي هو مركب على البدن فهو لم يعرف ربه لأن هذه هيئة الإنسان والملائكة والجن والبهائم يعني البهائم على هذا الجن على هذا الملائكة على هذا ولو كان الجن نحن لا نراهم على صورتهم الأصلية الملك له هذا جعل الله لهم وجوها هذه المخلوقات البهائم الحيوانات لها هذا فإذا نحن مأمورون يا أحباب بأن لا ننسب إلى الله تعالى ما لا يليق به فهنا يا أحباب الوجه في هذا الحديث جاء بمعنى الطاعة في بيت الشعر جاء بمعنى القصد وقلنا النبي هنا يؤكد أن لا تخرج المرأة إلا لحاجة وأن تكون في قعر بيتها هذا أقرب إلى الطاعة يعني ورد في حديث آخر ولا ينظر مرء إلى قعر بيت إنسان قبل أن يستأذن يعني أنا إذا أردت أن أنظر إلى بيت إنسان هذا لا أفعله بدون استئذان لا أفعله من غير استئذان هنا المرأة أحسن لها أن تكون في بيتها تضل يا سيدي فكيف يكون خالق العالم مثلهم فالله ليس حجما بالمرة لا هو حجم لطيف ولا هو حجم كثيف حجم لطيف هذا الذي لا يضبط باليد كالهواء ضوء الشمس جسم حجم لطيف أما الشمس حجم كثيف القلم هذا حجم كثيف يضبط باليد فإذن الله تعالى ليس حجما بالمرة لأن العالم حجم كثيف وحجم لطيف هذا من تقسيم العالم فيك تأصم عدة طرق من حيثيات تقول العالم قسمان عالم علوي وعالم سفلي العالم قسمان عالم كثيف وعالم لطيف العالم قسمان أجسام أحجام وأعراض وهكذا يقسم العالم بعدة طرق من حيثيات هذا من حيثية نعم ثم هذا الحجم له صفات حركة وسكون وتغير ولون وانفعال وتحيز في المكان والجهة والله تعالى ليس كذلك إنما هو موجود غير متحيز في الجهات والأماكن لأنه كان موجودا قبلها ولو لم يكن كذلك لكان له أمثال في خلقه هكذا الله تعالى تنزه عن الجهات الجهات ست فوق تحت أمام خلف يمين شمال ويقال يسار هذا يا أحباب جهات ست المجسم في زماننا ماذا يقولون الله في جهة عدمية كلام لا معنى له فاسد هذه ما معنى جهة عدمية يقال لهم هذه الجهة هي الله أم غير الله هي غير الله لا شك فإذا هي مخلوقة ولم تكن مع الله في الأزل وكان الله بدونها علما هذا كلام متناقض هي جهات ست وكلها مخلوقة موجودة هذه الجهات موجودة وليست معدومة أبرزها الله خلقها الله كما خلق الله المكان قال المؤلف رحمه الله ويجب قرن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار قرن الإيمان جمع الإيمان يعني لا بد من جمع هذا مع هذا يعني نحن نجمع الشهادة الثانية مع الشهادة الأولى وإلا لا يصح الإسلام من الشخص ولا يصح الإيمان هذا أقل شيء إن مات عليه الشخص ينجو من الخلود الأبدي في النار يعني هذا الأصل للنجاة من الخلود الأبدي لكن هناك أمور تلزمه واجبات أن يؤديها ومحرمات يجتنبها وهكذا فإذن ما معنى هنا قرن الإيمان يعني جمع الشيء بالشيء وصله به أن تصل هذا بهذا وإلا لا يصح من قال أنا أنزه الله عن الشريك والشبيه ولا أؤمن بمحمد هذا ما آمن بالله تبارك وتعالى نعم الشرح أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار لا بد منه بدونه لا تصح منه لا يصح منه الإيمان ولا الإسلام نعم والمراد بهذا الحديث الذي مر آنفا وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله ما يشمل الشهادة الأخرى الشهادة يقال أحيانا عن الشهادتين وأحيانا تقال عن الشهادة الأولى والثانية يعبر عنهما بالشهادتين ولكن يحتاج أحبابنا في هذه الأيام أن نقول للناس معناه من أراد الإسلام ينطق مرة واحدة بالشهادتين ليس مرتين يحتاج التبسيط إلى هذه الدرجة البعض يظن يقول الشهادتين مرتين لا إنما مر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فالأحاديث التي لم يرد فيها إلا ذكر الشهادة الأولى هذا يراد به أنه يتبعها الشهادة الثانية هذا معنى قرن جمع وصل لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية ملحوظا فيه يعني مراعى فيه محفوظا فيه يراعى فيه الشهادة الثانية محفوظا فيه كأنه قال هذا وهذا لو لم يذكر الثاني هذا هو المراد وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المعني بهذا الحديث وشبهه أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الأخرى يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار لا بد من الشهادتين وإلا لا يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار وهنا فائدة عظيمة أن المكلفة لا بد أن تكون بلغته دعوة الإسلام أي أصل الدعوة وهذا قول جمهور الأمة فمن لم تبلغه أصل الدعوة ولو كان بالغا عاقلا فهو غير مكلف يعني غير معذب في الآخرة هذا لأنه فهم من الآية الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فقالوا من لم تبلغه دعوة رسول يعني أصل الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكون مكلفا أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه فهو انفرد عن الجمهور في هذه المسألة أكيد تبعه كثيرون فقال إنه يكون مكلفا بالإيمان بالخالق إذا أعطي عقلا سليما فالعاقل هو عند الإمام أبي حنيفة مكلف أن يؤمن بالخالق يعني أن يعتقد لهذا العالم خالق وهذا الخالق لا يشبه المخلوق هذا عنده فرض على المكلف ولو لم تبلغه أصل دعوة نبي هكذا عنده أما الإمام بالأنبياء فعنده إن بلغته لهذا الإنسان دعوة هذا النبي فيجب عليه أن يؤمن به الإمام أبي حنيفة ماذا قال في الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال أي عذاب استئصال في الدنيا وما كنا نعذب الناس عذاب استئصال إبادة كما حصل مع قوم نوح بالغرق وقوم لوط عليه السلام قلبت قراءهم هذا استئصال فقال طالما هذا الإنسان لم تبلغه دعوة رسول فلا يعذب في الدنيا عذاب استئصال إنما إن لم يؤمن بالخالق ويوحد الخالق فهو هذا الإنسان معذب يوم القيامة هذا يظهر يوم القيامة يا أحباد الله يرحمنا يظهر يوم القيامة لأننا هذا خفي علينا الله يرحمنا برحمته الواسعة إذن لابد من الجمع بين الشهادتين هكذا بل لابد من الجمع بين الشهادتين وذلك بدليل قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نعم الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية أن من لم يجمع بين الإيمان بالله والرسول فهذا من الكافرين كيف عرفنا بتتمة الآية فإنا أعتدنا للكافرين فأي هيئنا للكافرين فإذن هؤلاء الكافرون ماذا هيئ لهم الله تبارك وتعالى قال سعيرا والسعير هذا اسم من أسماء جهنم جهنم يا أحباب أجارنا الله منها نحن لا نحبها ونحن نكرهها لأنها دار أعدائه ولذلك من شتمها لا يقال كفر إنما الذي يقول عنها كلاما يخالف القرآن كأن قال تفنى أو قال عنها نتدفأ بها أو عذابها سهل خفيف ونحو ذلك هذا الذي كذب القرآن فيكون خرج من الإسلام فهذا المكان هذه الدار أعدت للكافرين وهنا قوله فإنا أعتدنا أي هيئنا والمهيئ ماذا يكون يا أحباب يعني وجد هذا رد على المعتزلة يعني هي موجودة الآن وليلة المعراج النبي اطلع عليها صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حدث للنبي أمور عجيبة أطلعه الله على عجائب من مخلوقاته ومنها أنه دخل الجنة واتطلع على النار لا نقول دخل النار اطلع على النار فهذه جهنم يا أحباب سوداء مظلمة أجارنا الله منها هذه هيئة للكافرين فالذي يكون ترك الإيمان برسول الله ولو قال أنا أصدق بوحدانية الله هذا ليس بمؤمن ولا بمسلم ومن لم يؤمن بالله ورسوله لا بد أن يجمع بين الإيمانين هكذا قال النسفي الإيمان بالله والإيمان بالرسول وإلا من ترك ذلك فهو كافر هذا النسفي في تفسيره يقول هذا وغيره من المفسرين عند قوله تعالى في هذه الآية يقولون هذا فإذا لا بد من الجمع بين الإيمان بالله والإيمان برسوله كما في هذه الآية من سورة الفتح ثم يا أحباب انتبهوا الله يبارك فيكم هناك أشياء تخالف الإيمان بالله يعني من اعتقد في الله الجسمية هذا ما آمن بالله يعني نؤمن بالله على ما يحب الله كما ذكرنا في الدرس الماضي قال الغزالي أبو حامد رحمه الله لا تصح العبادة إلا بعد معرفة معبود يعني يعبد الله على ما يحب الله لا يتصور صورا يظنها الله حين تكلمت هذا في درس ونشر على صفحة اليوتيوب علق واحد يعني طلبنا منه أن يتكلم ما تكلم قال أرنا أين قال لي أنت كذاب أين كتب رسم أحد صورة وقال هذه الله يعني انظروا حتى هذا الكلام لا يفهمونه هو لما يتخايل هذا الإنسان أن الله جسم قاعد ملأ السماء أو قاعد على العرش أو حجم كبير هذه الصورة ليس معناها فوتوغراف تبهتم يا أحباب فهذا من ضعف العقول يعني إذا كان هذا لا يفهمه كيف سيفهم العياذ بالله ما يعني يرد به على هؤلاء المجسمة والمشبهة فهؤلاء لا يكونون آمنوا بالله كذلك الذي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق به كمن نسب إليه أنه معلق القلب بالنساء هذا إنسان ما عرف الله عز وجل ولا عرف رسوله يعني ما صح إيمانه فإذن يؤمن بالله والرسول وإلا فهو من الهالكين فتحمل هذه الآيات على ما يوافق على هذه الأحاديث فتحمل هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية نعم فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضا للقرآن نعم الأحاديث تكون يا أحباب موافقة تتعابد ولا تتعارض لا تكون آية ضد آية ولا آية ضد حديث ولا حديث ضد آية ولا حديث ضد حديث يتعابد شرع الله يتعابد ولا يتعارض هكذا يا أحبابي فإذن لابد من الإيمان بالله والرسول نعم ومن توهم خلاف ذلك فهو لقصور فهمه وشدة جهله يعني هذا من عجزه عنه لم يبلغه قصر عن الشيء يعني عجز عنه فهذا لقصور فهمي يعني فهمه سقيم هذا الذي يقول والعياذ بالله يصح الإيمان بالله من غير الإيمان برسوله ثم اليهود أليس قالوا إن محمدا هو نبي للعرب هكذا قال بعضهم هؤلاء ما صح إيمانهم لابد أن يصدقوا أنه مرسل لجميع الإنس والجن وبعضهم قال أرسل للجزيرة العربية كذلك هذا تكذيب لنبوة محمد وبعضهم الله أخبر عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني من حيث أن الواحد منهم يعرف أن محمدا النبي هذا ما عندهم شك فيه لكن العناد سبحان الله الله يختم لنا بالحسنة وفي ختام هذا الدرس إن شاء الله كما في كل درس بإذن الله عز وجل سنختم كلامنا على قصة فيها عبرة إن شاء الله عز وجل واليوم أقول قصة للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه على قوة قريحته كان رحمه الله ممن درس عليهم الإمام مالك مالك يعني أحد مشايخ الإمام الشافعي رضي الله عنهما وكان شابا فتى وسيدنا الإمام مالك يرى فيه الفراسة يعني تفرس فيه أنه يكون منه النباهة والفطانة ويكون منه أنه أهل الإفتاء إلى غير ذلك فكان هناك رجل جاء إلى الإمام مالك وسأله عن حاله في أمره حين قال كلاما معلقا الطلاق على أمر ما حصل القمري هو نوع من الحيوانات هذا لا يهدأ كان من الصياح عند هذا الإنسان في قربه هذا القمري هذا القمري يصيح 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 فماذا قال هذا الرجل علق الطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من الصياح فجاء إلى سيدنا مالك رحمه الله فسأله فقال له هو ألا يسكت يعني يمضي عليه وقت يسكت قال بلى قال إذن وقع الطلاق فخرج هذا الرجل من عند الإمام مالك عند الإمام مالك وقال في نفسه يعني خلص أنا وقع الطلاق فرأى الشافعية فقال له الشافعي ما بك قال قصتي كذا وكذا وقلت كذا وكذا ومالك قال وقع الطلاق قال ما وقع الطلاق قال كيف هذا فأخذه إلى مالك فالشافعي لما دخل على الإمام مالك انظروا الأدب بين مالك والشافعي رحمهم الله قال له الإمام مالك ما عندك يا شافعي قال له أنت علمت ننظر الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء لفاطمة بنت قيس الصحابية سناني تقدما لخطبتها فقال الرسول عن واحد منهما وهو أبو جهم بالميم قال فضراب للنساء لا يضع العصى عن عاتقه يعني كثير الضرب للنساء فهل معنى كلام النبي أنه يضرب النساء وهو يجامعهن وهو نائم وهو في الخلاء عند قضاء الحاجة وهو يأكل فسكت الإمام مالك رحمه الله فهنا يا أحباب يظهر أن اجتهاد الإمام مالك اختلف مع اجتهاد الإمام الشافعي في هذه المسألة التي غير منصوص عليها هذه المسائل تكون محلا للاجتهاد ليست في العقائد أصول العقيدة يعني واحد يقول الله موجود والآخر يقول الله ليس موجودا هذا ليس محلا للاجتهاد ليس واحد ينكر نبوة عيسى واحد يثبت نبوة عيسى هذا ليس محلا للاجتهاد فانظروا أولا إلى تواضع الإمام مالك هو المدرس هو الأستاذ للشافعي وانظروا الشافعي كيف تأدب مع شيخه وكيف تأهل للاجتهاد وأقره مالك بمعنى لم ينكر عليه هذه الفتوى الله يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما الله يبارك فيكم جميعا يا أحباب ذاكروا راجعوا انشروا هذا بين الناس لله تبارك وتعالى ننتظركم غدا إن شاء الله عز وجل بتوقيت بيروت عند الساعة السابعة لبوا بارك الله فيكم ولكم وعليكم